السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم جمال سيني من جي سلم ديزاينز و اهلا بكم في سلسات حلقات اساسية الفورو شوب النهاردة ان شاء الله هتكلم عن حاجتين بسرعة الفيديو دا يكون سريع جدا هتكلم عن البرسبكتف كرب تول هتكلم عنهم بسرعة من حاجت الحلقة طويل جدا ان شاء الله هبدأ مع البرسبكتف كرب تول بمعنى اي أنا مثلا الوقتي عندي صورة دي دلوقتي انا محتاج ان انا عاوز اعمل كرب يعني عاوز اقص الصورة او احدد جزء من الصورة انا محتاجه والبالي انا مش محتاجه بالنسبة للبرسبكتف تول خلية انا نقول مثلا انا محتاج الجزء ده رايزين الجزء هنا في جنة انا محتاج الجزء دوت يكون الجزء الوحيد الي عندي في الصورة لسبب ماي يعني جاهزان انا محتاج دوت اضيفه على حاجه اخرى او اعمل منيبوليشن اور او او حاجه زي كده او اضيفه على اي صورة تانية لأي سبب ان كان الموضوع بسيط جدا انا مش هنقلل في اي حاجه من الحاجهات اللي فوق دي يعني متركز دع بتاديك العرض وطول والموضوع المقرية ومشارف ايه وكلام الجميل ده كله الموضوع عبسط من كده كتير دي طريقة من الطرق اللي ممكن تستخدمه بيها ممكن تستخدم الألاء دي للحاجات كتير ولكن للغرض من الحالة النهاردة الفكرة ازاي انت ممكن تعمل select drag like that بس كده الموضوع معاك مش هيكون مظبوط قوي لان انت هيبدأ موضوع التحكم عندك مش بالزبط او مش هديك flexibility في التحكم هيبدأ ان انت كده الموضوع معاك شوية ياخد وقت انا ضغط على control وانا بعمل كده تبدأ التعدل يعني مرة تانية لو انت مثلا نزلت كده عملت مربع هنا انا محتاج الجزء ده بس تضغط على control او command بيزهرلك السهم الابيض دوت بتضغط على command بيزهرلك السهم الابيض دوت تبدأ ان انت تحرك الموضوع بتاعك في الاتجاهات اللي انت عاوزها يعني انا محتاج احرك ده كده وحرك ده كده طبعا بيتحرك في خط مستقيم يعني درجة تسعين درجة في اي خط مستقيم فأنا محتاج الجزء ده واللي اقول لك لانا محتاج جزء تاني محتاج دوت اطلع فوق شوية كمان بتاعي خرج ده كده تبدأ تعدل على الجزء اللي انت عاوزه طب تمام خلينا هنا لانا مبسوط وسعيد بالجزء ده وده اللي انا محتاجه فعلا اول ما اضغط على علامة check mark دي بوم ده اللي بيحصل معنا جاب لي الجزء دوت بس اللي انا محتاجه مثلا انا بعمل زي ما قلتك بعمل صورة بعمل تركيب لصور ومحتاج جزء معين فده بيسهل معي بدل ما انا كنت تبصص على الجزء ده من الجام فجابهولي كده كأن انا ببصص على العمرة دي مرة واحدة الطريقة التانية واسهل بدل التعديل والكلام ده كله بتعمل ايه بترسم نقاط يعني باجي اقف هنا كده بضغط ضغط على الماوس وابدأ اسحب تحت انا محتاجه هنا مثلا اقف هنا ضغط هنا وبعدين اجي هنا ضغط هنا واطلع فوق ضغط هنا يبقى انا كده انا مبسوط وسعيد بالسليكشن او بالكروب اللي انا عملته دوت نفس الموضوع اول مدرة على علامة الصح دي جابل الموضوع طبعا بيختلف ده الحجم هنا مختلف عن اللي فات لانه كله بيعتمد على المساحة اللي انت هتحددها في الصورة فخلينا هنا انا محتاج ده مثلا وهحط في اي حاجة وهحط في هنا مثلا تايتل عنوان اي حاجة هنا او هضيف ده على صورة تانية ده الفكرة ببساطة من البرسباكتف كروب طول هجي بقى التول التانية او اداة الكروب طول اداة العادية واختصار بتاعها سي زي ما احنا شايفين هنا الشورت قط بتاعها سي طبعا انا مش محتاج الفائل دوت خلاص انا همسح الفائل دوت عندي فيه ثلاث امسيلر هنا هنتكلم عنهم عندي مثلا الصورة دي انا محتاج اعمل كروب الصورة دي عاوز اقللها او اقصها او كده عندي فيه كذا حاجة او فيه كذا طريقة ان انا اعمل كده في عندي بريسيت فوق هنا بريسيت يعني فولو شوب بيقدمها في معظم الحاجات زي ما احنا تكلمنا قبل كده بيديك بريسيت يعني مثلا انا عاوز اعمل كروب للصورة دي 16x9 يعني height definition هيبدأ الشكل التاع اللي كده ويبدأ يقص دوت بيستخدم مثلا يوتيوب كوفر او حاجة تحطها على HDTV او حاجة كده فده مقاس ليها مثلا اعاوز تعمل حاجة مثلا للنستغرام انستغرام عندك اما سكوير اللي هو المربع ده 1 to 1 رئيشي 1 to 1 او انا عاوز تعمل حاجة تكون طويلة بيكون الرئيشي بتاعها 4x5 او 4x5 ده بيكون حاجة تانية للنستغرام دي الفكرة يعني لو انا مش محتاجة اعمل ده كله ومحتاج حاجة يكون custom حاجة اعملها بمزاج يعني ما قاس انا محتاجه ضغط على clear بيبدأ انها يمسحها لكل الحاجات دي كلها وبتختار مثلا ده خليها على pixel inch براحتك انا بشتغل بالinch وبتيجي هنا بتحط المقاسات اللي انت عاوز مثلا لو انا عاوز مثلا 2000 by 1500 خلص بلاش مش محتاج ده ولا ده عاوز اعمل حاجة مثلا totally totally different او حاجة free handed هنعمل clear هنا free handed مش محتاج تحط اي حاجة هنا لو انا جيت هنا كده بدأت احرك بايدي هبدأ ان انا احرك زي ما انا عاوز في اي اتجاه وزي ما افتكرت زي ما قلت لكم لو ضغطت على option اللي اتنين بيتحركوا مع بعض يعني انا لو انا كده في النص وبالا اتحرك كده بيحركوا الاتنين معا مع بعض بتأكد ان انا جاي بالنفس المساحة من الشمال واليمين فدي حاجة لو انا محتاج اطلع من فوق لتحت احتاج انزل كده اطلع كده مش عارف ايه الحاجات دي كلها طب انا لو محتاج اتأكد ان انا عاوز اعمل مربع اضغط shift وانزل shift وانزل احددلك دوت على اساس انه هو مربع تمام انا هعمل cancel من هنا وابدأ من جديد اعمل clear عندي الصورة دي مثلا محتاج اعمل لها crop لأي غارض المات محتاج اقل للصورة مثلا في عندي اختيارات طبعا اول ماجي هنا كده عندي الايكونة دي بتديك اختيارات لو فاكرين كنا اتكلمنا عن rule of third اللي هو دي فاكرين انتو rule of third اللي هو اتسع مربعات او مستطيلات وبحاول تحط ال subject بتاعك في جزء من اجزاء دي يعني مثلا لو حبيت انا اعمل crop هنا بحطيت الشجرة اللي هناك دي هنا كده ولغط اوكي فده هو crop كويس او crop visually بشكل كويس او بيكون بزبط الصور معك بطريقة كويسة هرجع تاني في عندك اختيارات تانية في عندك grid لو انت عاوز grid زي كده بتستخدم مثلا لو الصورة عندك كانت ميلة شوية يعني مثلا لو حاجة زي كده الصورة عندك الhorizon مايل لو انت كنت واحد صورة بالكاميرا بتاعتك او كده ومحتاج تعدل الصورة فبتحط هنا الموضوع ده بتحدى على grid وبتبدأ ان انت تعمل till تعدل الصورة بتاعتك شمال يمين بحيث ان هي تبقى محاذاة عندك اختيار تاني اللي هو diagonal عندك triangle عندك ال golden ratio ده انا اعمل له حلقة الواحدة عن ال golden ratio فيه اختيار تاني اللي هو golden spiral نفس فكرة role of third انا ما محتاج اعمل الصورة دي مثلا اجابها كده واصبح ده عندي الغط اوكي ومحترم وهنا هارجع تاني اخليها على role of third هذا عادة اننا نستخدم role of third وانا عاوز اعمل crop عندي انا مثلا اخترت crop tool هنا وعاوز اعمل crop دي او ال image دي مرة تانية واطلع انا اخلي ده هنا كده free handed وبرغت اوكي delete crop pixels don't ever 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 click this on يعني منصحش بها ابدا انك لو حصل ايه لو انت اعلمت على ده او شاكت على دول وعملت اوكي الاكسترا المسحات الزيادة دي كلها هتتشل من الصورة هتتمسح ومشتعرف تجيبها تاني تمام فانا يفضل تخلي دي uncheck يعني طول الوقت خليها مش مششك عليها الا اذا احتجتها لسبب معين احيانا بتكون فعلا محتاج ان انت تقص الزيادات بس انت متأكد انت مش محتاج الزيادات دي ولكن ك standard او تخليها هابت عندك ما تخليش ده check خالص يعني لان لاحظ معي لو انا خليت دي check وضغطت على اوكي الصورة تعمل لها crop وكل حاجة وكلام جميل ولكن لو جيت اعمل crop تاني كده وبدأت ارجع لاحظ معي الصورة مش تقصت مفيش حاجة تانية اوضحها اكتر ارجع تاني اوضحها اكتر لو انا جيت هنا اخترت move tool وبدأت احرك ده حاجة مستورة معي اللي انا عملت له crop طب انا مش عاوز كده خالص لانا عاوز مجد اعمل crop ايجي على crop tool وانتشيك دي ما تخليش دي ما تشيك عليها خالص وبدأ اعمل انت ال crop بتاعك ابدأ اعمل crop بتاعك اسحب من زاوية واعمل crop بتاعك مرة تانية لو عايز تأكد انت تحافظ على ratio وطول العرض تضغط على shift بيفضل المحافظ على ratio فانتعاني هنا مش مهتم بريش او اي حاجة انا عاوز اجيب الشجر ده ومجموعة الاشجار الهناك دي اخليها في جزء من الاجزاء دول يعني اخليها هنا او هنا او هنا فانتاليك الاختيار اما تعمل crop من تحت او من فوق الطريقة اللي تريحك او المكان اللي رياحك فانتحاول نحاول اعمل crop مثلا من هنا واختار المكان دوت فانا كده عملت crop بس لاحظ معي لو انا حبيت ان احرك الصورة بقيت الصورة لسه موجود معي انا عملت crop للفريم بتاعي الفريم بتاعي بقى فيه للهنا الصورة دي ولكن بقيت الصورة ما تمسحش لسه معي لو احتاجتوا يعني فدي كانت فكرة crop ناخد مثل تاني بسرعة مثلا عندي الصورة دي حابب ان انا مثلا اعمل لها اكبرها شوية محتاج اعمل مساحة اكتر هنا كده وعيز استخدم content aware option لو جيت على crop tool واضغطت على content aware هنا خليت deactiv وبدأ ان انا مثلا والله انا عاوز اخلي الصورة دي مثلا اكبر من كده ببدأ اسحب اسحبت لغاية كده اول ما ضغط اوكي فورشوب ابدأ يعمل شغل يدور على pixels شبيهة انه هو يعبي الاماكن او يعمل fill الاماكن الفاضية دي احيانا مت بعمل الشغل كويس جدا ولكن بيديك مكان تستارت منه يعني تبدأ منه طبعا لو ضغطت اوكي لاحظ معي اللي بيحصل لوقتي فورشوب شغال بدور على pixels بحيث ان هو يمنى الفراغات لاحظ معي طبعا باين هنا هنا هو الفورشوب من الفراغات هنا طبعا ده سهل جدا ان هو يتعدل جدا 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 لو انت بعد ان شاء الله ما نيجي نتعلم عن clone tool الحاجات دي سهل جدا انك تعدل ده بس اديك فرصة او اديك مكان انك تبدأ منه يعني ارجع مرة تانية عندي الصورة هنا محتاج ان انا اخليها كبيرة فالcontent aware ده بيعلم عليها بس اذا كنت محتاج ان انا او عارف ان انا هزود مساحة في الصورة ومحتاج ان انا املى الفراغات فبخلي الcontent aware متعلم عليها مخليها active فانا هاجد الوقت اي هبدأ ان انا مرة تانية اسحب انا محتاج الجزء ده بقول له تمام بيبدأ ان هو يشتغل مع نفسه زي ما احنا شايفين كده بيدور على pixels وبيملى الفراغات boom done ده ان شاء الله مرة تانية هنم بتكلم عن حلقة ازاي نعدل دوت ونعمل له fix يعني بس ده ببساطة كان موضوع crop tool مرة تانية تكلمنا عن perspective tool perspective crop tool اللي هو انت لو محتاج حاجة او حاجة عندك جاي بزاوية ميلة او بجنب مثلا aside from building او جنب من عمر او حاجة او بيت او اي حاجة مش شرط تبدأ انت تحدد الجزء دوت بيعدلك الصورة او الوجهة بتاعة المكان دوت بيخليها كأنك بتبص عليها يعني في face to face بالنسبة لل crop tool اتكلمنا عن crop tool ازاي تعمل عليها وازاي او امت تعلم على content aware هنا بنعلم على دوت ازا كنا محتاجين ان احنا نزول حاجة في الصورة بتاعتنا مش محتاجينها بنخليها نفس الموضوع على delete crop pixels متعلمش على دي ابدا 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 الا ازا كنت محتاجها لان احيانا انت بتستغل بتنسى وتخلي دي متعلم عليها وبتبدأ تشتغل وبتتغل في اوقات طويلة وبتخسر ال pixels فمتخليش دي متعلم عليها خالص وتكلمنا عن presets اللي بتيجي مع crop tool عندك كذا dimensions عندك width وال height عندك square 8-10 4-4-5 حاجة الاستجرام حاجة الصورة عادية عاوزة تعملها crop كل المأسات دي preset موجودة وممكن تعمل new preset لو ضغطت على هنا new crop preset بيديك هنا ال name طبعا قبل ما بتعمل new crop بيكون انت حالة المأسات يعني مثلا خليني اعمل ده بسرعة لو انا مثلا قلت 250 حاجة كده وبعدين ضغطت على new crop preset وعملت ok فعندي موجودة هنا يعني لو نزلت هنا كده هتلاقي عندي 200x350 موجودة هنا اي مأسات محتاجة طبعا مش محتاجة دي فعمل لها delete فكده ده الموضوع كان ببساطة تكلمنا عن ال preset عن المأسات اللي انت عاوز تعملها تعمل clear من هنا تكلمنا عن الموضوع دي كلها حلقة كانت صغيرة وبسيطة اتمنى ان شاء الله حاجة عجبتكم وان شاء الله حلقة الجاي هنتكلم عن حاجات اكتر واكتر من الادوات شكرا على المتابعة كان معكم جمال سالم من G7 Design عيش هتفاعل في امان لا